كما أسلفنا وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تطلق الحملة الوطنية للوقاية من الإنفلوانزا والتهابات الجهاز التنفسي الحادة حملة ستمتد طيلة فصلي الخريف والشتاء تحت شعار الإنفلوانزا الموسمية أجنت لقحون التزم بالإجراءات الوقائية نادي أحتاوى هدى جديد اللقاح السنوي المضاد للإنفلوانزا يساهم بشكل كبير في خفض احتمال الإصابة بالإنفلوانزا وبمضاعفات مرضية خطيرة فعند تلقي اللقاح ينتج الجهاز المناعي أجساما مضادة تحمي من الفيروسات يمكن لمختلف الفئات العمرية تلقي الجرع الموصبها خاصة كبار السن ومن يعانون من أمراض مزمنة تبسي مرضة بسكر كنجي كل عام كندير الفاكسان هكا باش مكي جينيش لقعيب مجهده كل عام حيش كنشوف مضاعفات جالو وأنا عندي منعها بطا إلا جتني لقعيب كتجيني ماشي قصحة كي ما كتكون موالفة الإنفلوانزا الموسمية عدوى تنفسية تصيب جميع الفئات العمرية تتسبب في أمراض تتفاوت في شدتها التلقيح يعد أمرا ضروريا لتفادي المضاعفات التي قد تنتج خاصة لدى الحالات المرضية المزمنة كيمكن أولا تستدعي الاستشفاء وتقدر تدحت الوفايات ولكن باش ما تخلعوش كاملين ماشي عند عامة الناس عند بعض الفئات اللي هي كبار السين الناس اللي عندهم أمراض مزمنة بحال سكري وارتفاع الضغط وأيضا الحواميل الحواميل كان أكدوا لهم بزاف بأنهم هاد الأنفلوانزا الموسمية كيمكن لها تشكل خطر لها ولا الجانين ديالا إلى جانب التلقيح يوصي أهل الاختصاص باحترام عدة تدابير وقائية كغسل اليدين تخطيط الأنف والفم في حالة العطس أو السعالة التباعد الجسدي وتهوية الأماكن المغلقة